أهلا بكم أعلن النادي الفيصلي عن تعاقده مع المهاجم الليبي أكرم زوي لمدة موسم واحد ليمثل فريق كرة القدم في الاستحقاقات الكروية المقبلة ويأتي التعاقد مع زوي في ظل سعي إدارة النادي لتعزيز القدرات الهجومية في الفريق وكان المهاجم الليبي مرشحا للاحتراف مع فريق سحاب قبل أن يقدم اعتذاره للنادي ويفضل الانتقال للفيصلي هذا وسيشارك اللاعب على الصعيد المحلي فقط فيما لن يكون بإمكانه المشاركة في كأس الاتحاد الأسيوي لانتهاء الفترة المتخصصة للتسجيل سبق لللاعب أكرم زوي اللاعب في صفوف الفيصلي قبل موسمين حيث شارك في تحقيق العديد من الإنجازات المحلية والعربية حقق المنتخب الوطني العلامة الكاملة في افتتاح منافسات تصفيات غرب آسيا لكرة الطاولة المؤهلة لأولمبياد توكيو 2020 ونجح الرباعي زيد أبو أيمن وزياد دميسي وسوار أبو أيمن وبراء الوديان في تحقيق الفوز في أول جولتين لهم في دور المجموعات كما حل اللاعبون الأربعة في صدارة مجموعاتهم مما ضمن لهم التأهل للدور المقبل ويشارك في البطولة 19 لاعبا عن فئة الرجال وأحدى عشرة لاعبا عن فئة السيدات ستكون بطاقات تأهل للأولمبياد من نصيب اللاعب واللاعبة الفائزين من كل فئة قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إعلان فوز الأهل على منافسه التقليدي الزمالك بعد انسحاب الأخير من اللقاء وجاء هذا بعد إطلاق حكم اللقاء صافرة البداية في ظل عدم حضور نادي الزمالك إلى اللقاء مما أجبر الحكم على إطلاق صافرة النهاية بعد مضي 20 دقيقة هذا وأشارت تقارير صحفية سبقت المباراة أن تأخر الزمالك كان سببه تعطل في حافلة الفريق وهي في طريقها إلى الملعب يذكر أن الأزمة قد اشتعلت خلال مباراة السوبر التي خاضها الفريقان في العاصمة الإماراتية أبوظبي والتي انتهت بشجار عنيف بين اللاعبين أعقبه فرض عقوبات صارمة شملت توقيف بعض اللاعبين حتى نهاية الموسم تنطلق الليلة منافسات الأسبوع الثامن من دور أبطال أوروبا بإقامة مواجهتين من العيار الثقيل حيث يستضيف تشلسي نظيره بارم يونيخ فيما يحل برشلون ضيفا على نابولي الإيطالي تفاصيل أكثر في التقرير التالي تتجه أنظار عشاق الكرة المستديرة صوب ملعب ستانفورد بريج معقيل تشلسي الذي يستضيف العملاق بايرم يونيخ في قمة لقاءات الليلة تشلسي بقيادة مدربه فرانك لامبرد يدخل هذا اللقاء وعينه على تحقيق الفوز قبل لقاء العودة في أليانز إيرينا خاصة وأن الفريق استعاد نغمة الانتصارات الغائبة منذ أربع جولات بالفوز على توتنهام بهدفين لهدف في الدور الإنجليزي على الجانب الآخر يسعى البافاري لإكمال مسيرته المميزة هذا الموسم في دور الأبطال بعدما حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات وبسجل تهديفي هو الأعلى في البطولة معتمدا على خبرة عدد من نجومه في هذه البطولة التي سابق وأنظفر بلقبها في خمس نسخ سابقة وفي لقاء آخر من العيار الثقيل يحل برشلون ضيفا ثقيلا على منافسه نابل الإيطالي في ملعب السانباولو برشلون يطمح لتحقيق نتيجة إيجابية خارج قواعده لزيادة حضوظه في بلوغ الدور المقبل خاصة وأن لقاء الإياب سيقام على ملعب كامنو حالة جيدة يعيشها الفريق الكتالوني بعد تصدره للدور الإسباني وعودة نجمه الأبرز ليونال ميسي للتهديف مما يعزز الحالة المعنوية للفريق قبل هذه المواجهة على الناحية الأخرى يدخل نابل اللقاء وعينه على تحقيق الفوز أمام منافس صعب حيث يدرك مدرب الفريق الإيطالي جاتوزو صعوبة هذه المهمة إلا أنه يعول على إصرار لاعبيه في إظهار قدراتهم من أجل الخروج بنتيجة تساعدهم في رقاء العودة